فروق يحيى أيوب صاحب مؤسسة حماية بيئة الجزائر يجمع النفايات الطبية والخاصة الخطيرة من المستشفيات والمصانع لينقلها إلى المكان المخصص لمعالجتها ورسكلتها بطرق بيئية وقانونية ما نلعبوش هنا في إخذ إحتياطات من وسائل الحماية والإحتياطات الصحية التي ازدناها مع هذا الظرف الصحي يعني كنا نحتاطو ذو كوننا نحتاطو بالأضعاف مضاعفة وربي سبحانه هو ليسطر لأن هذا المجال ليس بمجال هيئ أو سهل المهنة عنها مهنة أخطار منذ الانطلاقة من المقر إلى عند الزبون المؤسسة التي نحن تعامل معها إلى الوصول إلى الوحدة التي نعالج فيها هذه النفايات كلها مخاطر هذه المؤسسة المصغرة أنشئت في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بولاية بومرداس بعد أن لخيت ترحيبا وتشجيعا لتجسيدها على الواقع استقطاب الشباب في ظروف جد لائقة أعتبرها وستدرك أن خلق هذه المؤسسات التي لديها إمكانية الارتقاء في المستقبل إن شاء الله إلى مؤسسة صغيرة ومتوسطة قادرة على الدفع بعجلة التنمية المحلية والنهوض بالاقتصاد الولائي وما مؤسسة سيد أفرخي حياء أيوب التي تنشط في معالجة النفاية الطبية الخاصة إلا عينة عن نموذج ناجح لمؤسسة مصغرة معالجة النفاية ورسكلتها تعد اليوم الاستثمار البديل للاقتصاد والحل الأنسب للحفاظ على البيئة